موسيقى موسيقى إذن هي السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جراني الشهادي قراءة إخبارية مفصلة على شاشة القاهرة أهلا بكم أهلا بك ربما أهلا بك تامر واطبا مساءكم من جديد نبدأ نشرتنا بالعلمين موسيقى سقوط تسعة شهداء من عائلة واخدة بينهم ستة أطفال في غارة للاحتلال على رفح جنوبي القطاع موسيقى رئيس الفلسطيني يعلن إعادة النظر في العلاقات مع واشنطن بعد الفيت الأمريكي في مجلس الأمن موسيقى قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وخزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال موسيقى بداية الأخبار مع تطورة الأوضاع في قطاع غزة موسيقى 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 وقف إطلاق المار بغزة استشهدت فساعة فلسطينيين من عائلة واحدة في هو منفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة هذا وقد أكدت وسائل أعلام فلسطينية بأن مستشفى النجار في رفح استقبل الشهداء وهم خمسة أطفال تتروح أعمارهم بين سنة وسبع سنوات وفتاة تبلغ ست عشرة سنة ومرأتان ورجل أعذنت وزارة السحر الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال لأربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضخيتها سبعة وثلاثون شهيدا وثمانية وستون مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفي بيان لها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى أربعة وثلاثين ألفا وتسعة وأربعين شهيد وسبعة وستين ألفا وتسعمائة مصاب وواحد منذ السابع من أكتوبر الماضي وأكدت الصحة الفلسطينية أن عددا من الضحايا لا يزال تحت ركامي وفي الطرقات وأن تواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم أفاد التقارير بأن شركة متزودت جيش الاحتلال بمعلومات حول أشخاص محددين من حركة حماس ممن يستخدمون تطبيق الوزا هذا وكذكرت التقارير بأن هذه المعلومات تساعد جيش الاحتلال في تحديد أماكن الأشخاص المنتمين للحركة بمساعدة نظام الذكاء للصناعي لفاندر وتقوم بتصفيتهم اشتركوا في القناة شكوك جديدة تحوم حول اتزام شركة متى بقواعد الخصوصية حيث يتتبع تطبيق لفاندر اتصالات الفلسطينيين عبر تطبيق واتساب لصالح جيش الاحتلال ويحدد لفاندر الأشخاص المستهدفين للاحتلال عبر بيانات واتساب ومجموعات الاتصال الخاصة بسكان غزة موسيقى 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 من كاليفورنيا الدكتور حسين العمري أستاذ علم الحاسوب وخبيل الذكاء الاصطناعي في السيليكون فالي سيد الفاضل هل هي شكوك أم ثبوت بالدليل القاطع عن هذا التعاون بين متة وجيش الاحتلال السلام عليكم هو طبعا الموضوع يعني هو في تعاون بين متة وبين ما يحصل في غزم الكيان سواء في الحضر الظلي في أي كلمة حضر الكلمات وهناك تعاون كبير في حضر أي شيء يخص يكون في جانب الفلسطيني ضد الاحتلال ولكن هنا أريد أن أحذر أن هذا البرنامج الذي ذكره هو لافندر أي الخزامة بالعربي يعني لافندر من إنتاج الوحدة 8200 المعروفة بالتجسس والمعروفة بالحرب الإعلامية فظاهر الكلام يعني ولو أنه خطير أنها تجمع بعلومات باستخدام الواتس أب لتحديد من هم أعضاء حماسة العسكر لتقوم الكيان بتصفيتهم هذا كلام ظاهره إعلامي الهدف منه للغرب أنه نحن نقوم بعملية سيرجيكية عملية دقيقة جدا في اختيار الأفراد الذين نقوم بتصفيتهم بينما في الحقيقة أنا كخبير تكنولوجيا المعلومات هنا وليس كخبير عسكري أو سياسي لكن أقول لك أن هذا الهدف هو الهدف الأبعد بينما أنا قرأت مقابلات مع الذين كتبوا البرنامج وقال أول شيء الدقة ليست قليلة جدا في تحديد من هم باستخدام الواتس أب الثاني شيء قرأت مقابلات مع ناس من الجيش نفسه الإسرائيلي الذين قاموا بتصفيات يقولوا نحن الجانب البشري كان مفوض تكون هناك معلومات تأتي لترشح هؤلاء الناس لتصفيتهم بينما نحن مفوضة راجعها وقال عندي عشرين ثاني الوراجع وعملية عملية رابرستان يعني ختم فقط فهذا بدل التدخل البشري تقريبا التغى التدخل البشري وأصبح اللي هو أنه نقول أن القرارات يتم اتخاذها باستخدام برنامج لافندر باستخدام واتس أب كيف تتخدام واتس أب أنا قرأت يعني واحد منهم قال واحد من الجيش قال إحنا مجرد أنه واحد يكون عضو في مجموعة جروب يعني واحد من جروب أن يكون مجموعة فيها عضو الله أعلم سياسي عسكري من حماس فيعتبر هذا الدليل الكافي أنه هذا الرجل يقوم بتصفيته وليس باعتقاله والتحقيق معه وإنما بقصف المبنى كامل بمن فيه من المدنيين والأقارب الذين لا يعرفوا أن هذا الشخص عضو في مجموعة على الواتس أب فالهدف هو إعطاء ذي القنابل الذكية الذكروا بينما معظم القنابل التي ألقيت غير ذكية فإذن هذا الهدف اللي يعطي صورة جميلة في الغرب أن ما يقوم به هو تصفيات بناء على استخدام الذكاء للصناع وأنا أقول لك من الآن الذكاء للصناع بعيد كل بعد عن ما يقام ما تقوم به من اغتيالات لأن هذا لا يستخدم بالضبط في تحديد ولا يستطيع أن يحدد من هم القادة ومن هم العسكريون ومن هم السياسيون ومن يتعاطف معهم قلبا أو قالبا وهكذا لأن تقريبا كل هالغزو يتعاطفون مع حماس ومع المقاومة بشكل عام لأن هناك أعضاء أخرى من المقاومة سبعين كانوا أكثر مجموعات فإذن البرنامج لا يستطيع تحديد بالضبط من هم الذين يكونوا قادة لكن هو يريد أن يقول أننا نحن نقوم بدراسات ذكية واطمئنة وهكذا تقصد بأن التسريب حول هذه الأزمة منظم مقصود سيدي أنت تحدثت في بداية الحديث بأن الجزء الدعائي هو الجزء الغالب على هذا التسريب الذي يتحدث عن تعاون بين هذه الشركة ولا يستطيع أصلاً لا يستطيع البرنامج باستخدام واتساب أن يحدد من هم العسكريون ومن هم القادة ولا يستطيع أبداً وهذه كلها معلمات كاذبة وأننا نعرف أن كثير من العلمات الخارجة كانت عبارة عن تلفيق معلومات ولكن هناك من ينسى يصدقها لا نستخدم يعني لي تهمة يحبونها يعني قد تكون تهمة محبوبة لديهم أننا نستخدم زكاة الاصطناعية في تحديد من ولكن أنا أقول لك كخبير زكاة الاصطناعية أن هذا غير ممكن باستخدام الجروبات تحت الواتساب المجموعات وباستخدام المراصلات أصلاً مخبرة بمراصلات الواتساب عبارة عن end to end encryption طرف للطرف إذا كنت كخبير سيد الفاضل سيد الفاضل إذا كنت كخبير تنفيذ ذلك وبالتبعية توجه الرسالة حسب حديثك إلى الدول الأوروبية ولديها من الخبراء ما يكفي إذن هذه الرسالة ليست للدول المعنية ولكنها للشعوب هل هذا صحيح؟ ترويجوا لفكرة التفايل أنا أقول يعني تريد أن نوجه الرسالة وإن أقول أنه لا تصدق هذا الكلام لا تصدق أنه طبعا هناك تعاون موجود ولكن لا تصدق أنه بناء على معلومات على واتساب تم تحديد من يستحق أن يقومون هذا بشكل علميا قاطع أن هذا من المستحيلات؟ يعني مستحيل هو ما يريد فقط عبارة عن ختم وصلت الصورة لذيق الوقت سنكتفي بهذه الإجابة القاطعة من كاليفورنيا الدكتور خسين العمري وأنت أستاذ علم الحاسوب وخبيل الذكاء للصناعي في السالكونفالي شكرا لك سيدي على قبول دعوتنا أكد وزير الخارجي المصري سمح شكري ضرورة التعامل بالجدية اللازمة مع إسرائيل ووقف حربها في قطاع غزة ومحاولاتها المستمرة لمنه دخول المساعدات ومحاولات التهجير القصري للفلسطينيين واخذ لمؤتمر صخفي مع نظيره التركي هاكان فيدان طالب شكري بضرورة الشروع في مصاري سياسي يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام سبعة وستين وعاصمتها الخدس الشرقية تركزنا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الوضع الحرب القائمة على غزة والأثار المدمرة على الشعب الفلسطيني على القضية الفلسطينية عدد الضحايا الفلسطينيين الدمير العالمي أن يستمر في استيعاب هذا العدد من القتلى الذي بلغ 33 ألف وحوالي 100 ألف مصاب إصابات خطيرة واستمرار هذه الحرب دون التوصل إلى وقف إطلاق النار دون توفير المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يحتاجه الشعب الفلسطيني في غزة استمرار العمل على التهجير ونزوح الفلسطينيين عن أراضيهم كلها أمور يجب أن يتم التعامل معها بالجدية اللازمة ويجب أن يكون هناك بصار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية من جانبه وجه وزير الخارجية تركيها كان فيدان الشكر لمصر على دورها في إصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة قال فيدان أنه بحث مع نظير المصري سامح شكري التطورات الإقليمية والعدوان الإسرائيلية على غزة كما أعلن أنهما اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي ليبية منذ بدء هذه الأزمة وحتى الآن نحن على تنسيق كامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال وحتى الوصول إلى هذه النقطة ما هي الأمور التي نتطلع إليها سواء في إيصال المساعدات الإنسانية وحل الدولتين والوضع والمستجدات الأخيرة كما تعلمون أن جمهورية مصر هي الأقرب من ناحية الجغرافية إلى غزة لذلك نحن دائما نتعاون مع مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية خصوصا بأن غزة تجمعها مع مصر معبر رفح في المساعدات الإنسانية نحن نقوم بإيصالها إلى رفح ومن ثم تقوم السلطات المصرية بإيصالها بهذه المناسبة أشكر جميع المسؤولين في مصر على هذا التعاون المشترك لإيصال هذه المساعدات معنا من أسطنبول مراسل القرى الإخبارية عمر أحمد عمر مرحبا لو تطلنا على جديد التفاعلات الخاصة بزيارة الوزير المصري سامح شكري إلى أسطنبول نعم رغضا مساء الخير الوزير وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل حوالي ساعة من الآن التقى بالرئيس رجب طيب أردو في مكتبه في قصر دول مباحثة في أسطنبول وتناول معه الأوساع في مصر على أوضاع في فلسطين وفي غزة بشكل خاص في هذا اللقاء وبالإضافة إلى تناول موضوع التعاون والعلاقات الثنائية والمجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين تركيا ومصر بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يخص الأوضاع الأقليمية بكل أحوال وزير الخارجية المصري ونظيره التركي هاكام بيدان كان قد أكد على أن القضية الفلسطينية وكذلك موضوع تهجير الفلسطينيين هو خط أحمر لا يمكن القبول به وطالبه المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأوضاع المأساوية الموجودة في قطاع غزة وزير الخارجية المصري سامح شكري قال بأن الدورين والبلدين تركيا ومصر مصالحهما لا تتقاطع فحسب وإنما تتكاملان حاليا وبذلك يضع نقطة أساسية في موضوع أن التعاون ما بين تركيا ومصر يتقدم بخطة متسارعة جدا ربما نشهد خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة حسب ما يقول خبراء أتراك بأن هذا التعاون قد يتطور إلى شراكة وتعاون مجدي ونافع في حل قضايا المنطقة وحل الأزمات وخصوصا في فلسطين وصولا إلى التوترات الموجودة في المنطقة وإنهاء الحروب طبعا في هذا الإطار قبل لقاء وزير الخارجية الرئيس أردوان قبل لقائه وزير الخارجية المصري كان قد التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبعد ذلك قام بلقائه هنا يقول الخبراء الأتراك بأن تركيا تتحضر لنوع من لعب الدور الأكبر أكبر مما كان في السابق وأكبر مما كانت تنادي به تركيا تركيا منذ بداية كانت تقول بأنها تسعى وتريد أن تلعب دور الضامن وخصوصا الضامن للجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وحركة حماس بشكل خاص ربما تركيا حاليا تتحضر للاعب دور أكبر من ذلك وتتحضر لتقديم مقترحات على الأقل يمكن لها لهذه المقترحات أن يتم دراستها وبالتالي تمتلك حسب ما يقول الخبراء الأتراك تمتلك تركيا ربما إمكانية الضغط على الأطراف المتصارعة نحن نتحدث عن إسرائيل وحماس للضغط عليهما في موضوع إنهاء هذه الحرب طبعا من ناحية وزير خارجية التركي وزير خارجية التركي كان قد تشكرت مصر على مساهمتها الفعالة في موضوع إيصال المساعدات وأكد بأن كل المساعدات يتم إرسالها إلى مصر وعبر السلطات المصرية يتم إدخالها إلى قطاع غلسة شكرا جزيلا لك من أستنبول مراسط القارة الإخبارية عمر أحمد عقد البلمان العربي جلسته العامة الثالثة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة هذا وناقش المشاركون في الجلسة تطورة الأوضاع في المنطقة ورؤى البرلمان لحل الأزمة راهنة كذلك مشروعات القوانين التي يعكف البرلمان على إعدادها وتنفيذها بالإضافة إلى مناقشة التصعيد في المنطقة وأزمة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية اليوم نحن في تونس لدينا موقف ثابت وواضح وهذا الموقف فيه في الحقيقة مسالحة ما بين السلطة ما بين الرئاسة ما بين البرلمان وما بين الشعب وهو موقف ثابت دفعنا عليه اليوم في القمة وهو حق الفلسطينيين في تأسيس دولة على أرضهم فلسطين وعاصمتها القدس أيضا هناك الإشكال الذي طرح اليوم هو التصويت في مجلس الأمن ضد قيام دولة فلسطينية وهذا في الحقيقة فيه وسمة عار على جبيه الدول الكبرى وخاصة الدول التي تشكل العمود الفقري للأمام المتحدة ولمجلس الأمن فسياسة الميكيالين خاصة مع هذه الدول الصغيرة هو يثير استغراب جميع الدول تم تقديم أو استعراض شامل حول موضوع الغاز والطاقة هناك بعض المحللين والمؤثرين السياسيين يدركوا بأن الغاز والطاقة قد تكون أحد الأسباب الرئيسية فيما يتعلق في كل منطقة الشرق الأوسط لأن حصة فلسطين على سواحل غزي بذاتها فيها خزانات رئيسية بكل حال نحن نعلم أن الذي جرى ويجري الآن في قطاع غزي ليس لغاية واحدة وإنما لغاية متعددة أهمها استهداف الشعب الفلسطيني في العاصمة الألمانية برلين نظم المئات مظاهرات احتجاجا على المذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة هذا وقد رفع المتظاهرون لفتات منددة باستمرار الاحتلال لمذابحه للشهر السابع على التوالي كما دانوا ممارسات الحكومة الإسرائيلية الرافضة لوقف إطلاق النار وتنفيذ صفقة لتبادل المحتجزين كشفت صحيفة وولستريت جورنل عن صفقة أسلحة أمريكية جديدة قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تزويد إسرائيل بها تزيد قيمتها على مليار دولار ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه ستكون أكبر حزمة مساعدات منذ أن بدأ جيش الاحتلال عمليته في قطاع غزة والأولى منذ بدء التصعيد مع إيران الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل مسألة شائكة فرضت نفسها على الساحتين الأمريكية والإسرائيلية لا سيما بعد السابع من أكتوبر الماضي بالرغم من محاولات المعارضة الجمهورية المتشددة لعرقلة ذلك الدعم المستمر منذ الحرب العالمية الثانية والذي تبلغ قيمته نحو 14 مليار دولار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعد الحليف الأول لتل أبيب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون لم تهزهما تلك التحذيرات الدولية ولا صراخات الأطفال في قطاع غزة ومشاهد القتل والدمار فاختار للمرة المائة بعد الألف تأييد تل أبيب ودعمها في حربها الشيطانية ضد قطاع غزة عبر تأكيد الدعم العسكري والمالي لإسرائيل إدارة الرئيس بايدن بدأت فعليا في دراسة صفقات أسلحة جديدة لتل أبيب بقيمة تزيد على مليار دولار وتشمل بحسب صحيفة وولو ستريت جورنال ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف الهون في واحدة من أكبر عمليات النقل منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة أما مايك جونسون الذي أكد بحسب الصحيفة ذاتها أنه لن يتراجع عن قرار تمويل إسرائيل مهما كلفه الأمر من مخاطر قد تؤدي إلى تركه منصبه حتى إنه تجاهل انتقادات حزبه المحافظ ذاته فقد قرر الموافقة على تمويل تل أبيب الدعم السياسي والأمريكي لإسرائيل لم يكن وليد اللحظة أو نتيجة الصراع الدائري حاليا في قطاع غزة بل إنه ممتد تاريخيا إلى فترة الحرب العالمية الثانية حيث بلغت المساعدات الإجمالية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل فيما بين عامي 1946 و2023 نحو 158 مليار و600 مليون دولار بحسب المؤشرات الرسمية الأمريكية إلا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدرت حجم تلك المساعدات بأرقام تقترب من ضعف ما أعلنته الإدارة الأمريكية والتي تخطت المائتين وستين مليار دولار معظمها تذهب إلى القطاع العسكري الذي بلغ في الفترة ذاتها نحو 114 مليار و400 مليون دولار إضافة إلى نحو 9 مليارات وتسعمائة مليون دولار للدفاع الصاروخية تاريخ طويل ومتواصل من الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي الأمريكي لتل أبيب يكشف مدى حياز وتواطئ واشنطن مع الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضاه وهذه نافذة بين مصر وقطاع غزة سنذهب إلى معبر رفخ لرصد عملية دخول المساعدات إلى هناك ترجمة نانسي قنقر أفاد مرسلنا بأن إجمالية عدد الشاحنات المساعدة التي وصلت إلى قطاع غزة من منفذي رفخ وكرم أبو سالم خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى السبت الموافق العشرين من أبريل بلغت ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة عشرة شاحنة وأشار مرسلنا إلى دخول مائة وخمس شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفخ تضم خمسة وسبعين شاحنة غاز وتسعة وعشرين شاحنة سولار إضافة إلى شاحنة بنزين تفاصيل حركة إدخال المساعدة عبر معبر رفخ من مصر إلى غزة ينضم إلينا أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية أيمن مرحبا إليك نعم رغضة سأستهل الحديث بالتصريح وزير الخارجية التركي اليوم خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري بأنقرة حينما أشار بأن مصر تلعب دورا محوريا في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهذا ما نرصده لحظيا من خلال تواجدنا هنا يعني أمام معبر رفح على مدار الفترات السابقة نتحدث بلغة الأرقام كما تم الإشارة بأن مصر تمكنت خلال العشرين يوم السابقة بداية من إبريل أن ترسل ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى مائة وخمس مائة وخمس شاحنات من المحروقات وبالتالي هذا العدد الكبير الذي يأتي تكليلا لما تقدمه مصر ومات تقوم بمصر بالضغط على الجانب الإسرائيلي في إرسال هذه المساعدات الإنسانية في ظل العرقيل المستمرة والكثيرة التي تفرضها إسرائيل على إرسال المساعدات الإنسانية بالمناسبة بأن هذا اليوم يعتبر من بداية كل إسبوع هو يعتبر من العرقيل التي تفرضها إسرائيل نظرا لأن المعابر الإسرائيلية يعني تعطي عطلة رسمية في هذا اليوم وبالتالي تؤثر تأثيرا مباشرا على أعداد الشاحنات التي تتدفق عبر معبر رفح أو المعابر المختلفة إلى الأراضي الفلسطينية نتحدث بأن هذا اليوم تحديدا تمكن معبر رفح من إرسال 60 شاحنة من شاحنات المساعدات الإنسانية وهذا العدد يأتي من العداد التي تبقت يوم أمس بعدما خضعت العملية التطقيق والمراجعة في المعابر الإسرائيلية لتأخذ دورها في هذا اليوم والتعبر إلى الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى أربع شاحنات للغازد هذا العدد الكبير الذي تقوم بمصر يوميا بإرسال المساعدات الإنسانية هو يأتي كما أشرت للجهد المستمر الذي تبزله مصر على مدار الساعة لإرسال المساعدات الإنسانية لم يقتصر الأمر على ذلك ولكن هناك دور آخر في استقبال الجرحة والمصابين نتحدث اليوم عن استقبال 42 من حالات الإصابة من خلال معبر رفح تمكنت هيئة الإسعاف المصرية من تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية الأولية وبالتالي بعد ذلك تم تحويل هذه الحالات إلى وجهتهم في المستشفات المصرية ليرتفع على العدد أو يقرب عدد الإصابات التي تستضيفها المستشفات المصرية حتى هذه اللحظة إلى ما يقرب من 5000 مصاب هذا العدد الكبير الذي تقدم أو تستقبله مصر لحظيا من خلال معبر رفح من خلال هيئة الإسعاف المتمركزة على مدار الساعة من خلال التشخيص المبدأي المرفق مع الحالة وأن بعد ذلك يتم تحويل هذه الحالات إلى المستشفات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نتحدث بأن هناك إشادة دولية أو تنديدات دولية هناك تنديدات دولية بما تقوم بإسرائيل من عرقيل لإرسال المساعدات الإنسانية بالإضافة أيضا لأن هناك كما تمت الإشارة من ممثل مصر في مجلس الأمن بأن الرضع يموتون في المناطق الشمالية بقطاع غزة بسبب الجوع والشاحنات المساعدات تتكدس أمام المعبر وهذا ما نرصده بأن مئات الشاحنات تتكدس أمام معبر رفح والمعابر المختلفة تنتظر حتى تمر بيئة طريق الشريط الحدودي لتواصل طريقة إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التطقيق في منطقة العوجة أو في المعابر الإسرائيلية وبعد ذلك تعود إلى معبر رفح أو المعابر المختلفة لتواصل طريقة إلى الأراضي الفلسطينية شكرا جزيلا لك من معبر رفح أيمن عماد موفد القاهرة الإخبارية تواصل مصر جهودها في إعداد وتجهيز ونقل المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة عبر الجسر الجوي الممتدة على مدار الأسابيع الماضية هذا وتقوم طائرات النقل العسكرية المصرية بتنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإسقاط المساعدات على المناطق التي يصعب الوصول إليها بقطاع غزة وفقا لمنظومة عمل دقيقة وحسابة معقدة بما يضمن نصولها لمناطق الإنزال المخططة شمال قطاع غزة يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية والدولية لضمان إنفاذ المساعدات بصورة كافية ومستدامة عبر معبر رفح البري الداعم للفلسطينيين بالقطاع الآن تحول إلى تطورة الوضع في الضفة الغربية المحتلة شفنا أشلاء فإيجا الثاني بدو يسع فضربوا الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجوير كلهم بدأ الخز تشهد سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب أخرون برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم نورشمس في طول كرم بالضفة الغربية هذا وقد أفدت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال تحتجز جسامين الشهداء وتمنع تواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين كما فرضت قوات الاحتلال خسارا على المخيم وسط عمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين مع منتلكاتهم كما نفدت قوات الاحتلال حملات مدهمة وتفتيش ثلاث عشرات المنازل في كافة لأنحاء المخيم وقامت خلالها باعتقال العشرات كما استهدقت قوات الاحتلال عدد من المنازل في المخيم بقذائف إنرجا تصعيد خطير للاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية المحتلة بعدما شنت قواته هجوما مكثفا على مخيم نورشمس إضافة إلى علد من بلدات أخرى داخل الضفة العربية المحتلة وقصف الاحتلال المخيم والبلدات بقذائف إنرجا التي تصل إلى خمسمائة وخمسين مترا كما شن اشتباكات مباشرة مع المواطنين أسفرت عن الشهاد وإصابة العشرات تصعيد جديد للاحتلال خارج نطاق قطاع غزة استهدفت ضفة الغربية التي شهدت مؤخرا أسوأ لياليها عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نورشمس في طول كرمة فرضت خلاله حصارا شديدا على المخيم وسط أعمال تخريب وتدمير متعمد للبنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم التصعيد لم يتوقف عند الانتهاكات والتخريب بل وصل إلى حد استخدام قنابل إنرجا والتي يصل مدها إلى أكثر من خمسمائة وخمسين مترا لا سيما المعززة صاروخيا منها وهو ما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل وإصابة واعتقال العشرات الضفة وإن كانت تشهد الكثير من الانتهاكات المتكررة إلى أنها ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تحولت لبؤرة مستعرة من الاشتباكات جراء التصعيد المتواصل لقوات الاحتلال لكن فيما يبدو أن تل أبيبا وآلتها العسكرية قررت رفع مستوى تلك الاشتباكات إلى أقصى وذلك بعد استخدامها لقنابل الإنرجا لم تكن تلك المرة الأولى التي استهدفت بها قوات الاحتلال للدفة الغربية بمثل ذلك النوع من القنابل بل شهدت السنوات الماضية ظهور قذائف إنرجا على فترات متباعدة خلال هجمات الاحتلال على الضفة إلا أن الأمر لم يصل إلى ذات الدرجة من التصعيد للمرة الأولى قام الاحتلال باستهداف المنازل داخل مخيم نور الشمس بالقذائف بشكل مباشر ليس ذلك فقط بل أغلقت قواته مدخل بلدة تيرمسعيا شمال شرق مدينة رامالة لتفرض حصارا خانقا على المواطنين هناك كما اقتحمت بلدة بيت ريماش شمال غرب رامالة برفقة آليات عسكرية وتمركزت وسطها كما اشتبكت مباشرة مع المواطنين ساعة متواصلة عشت خلالها مواطني مخيم نور الشمس أحلك وأصعب ظروف إنسانية قد يشهدها الإنسان فكل ما يقع تحت بند الانتهاك جربه الاحتلال على مواطن المخيم من قتل واستهداف ودمار واعتقال وترهيب وغيرها الكثير والكثير من الممارسات غير الإنسانية التي لا يقبل بها لا قانون ولا عقل فقط لاحتلال وحده من يمكنه تطويع الشر خدمة لأهدافه الشيطانية في الأثناء اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 30 فلسطينيين في الضفاة الغربية خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية هذا وقد أوضح نادي الأسير بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم النورشامس الذي يتعرض لعدوان شامل وعمليات اعتقال طالت 15 مواطنا على الأقل بينهم أطفال وعشار إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 8340 شخصا قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفيتو الأمريكي بمجلس الأمن الدولي ضد منح العضوية الكاملة لفلسطين مخيب للأمال وغير مسؤول وأوضح عباس أن استخدام الفيتو يشكل عدوانا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وضف عباس أن الإدارة الأمريكية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزامتها بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الفلسطينية لا فتن إلى أن بلاده ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضية وفي أخبارنا الأخرى منذ أسبوع أعلنت إيران أن أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة مستهدفة إسرائيل التي أعلنت بدورها التصدي للهجوم الإيرانية وفي المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران فجر الجمعة لكن تهران تحدثت عن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان ولم توجه أصابع الاتهام لأي جهة المزيد عبر تقنية الواقع المعزز مع الزميلة جمانة هاشم ليل سبتة لاحد منتصف أبريل مر الوقت على العديد من منطقة الشرق الأوسط وحتى العالم وهو يراقب شاشات التلفاز التي توحدت في أخبارها العاجلة ونقلت خبراً مفاده بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل الجميع بدأ يتحدث عن حرب إقليمية قادمة لكن في خضم ذلك كان هناك من يشكك بالنوايا فوصف الأمر بهجوم بلا أنياب وبغض النظر عن الأهداف والتأثيرات لهذا الهجوم الإيراني فإن لغة الأرقام تقول إن طغران أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة انطلقت بالأساس من إيران وبعض من دول حليفة إذن نحن نتحدث عن 170 طائرة مسيرة وأيضاً استخدم الإيرانيون في هذا الهجوم 30 صاروخاً من نوع كروز وبحسب التقديرات فإنما وصل إلى إسرائيل 100 صاروخ فلسطي انفجر أغلبها في الجو وفقاً للرواية الإسرائيلية والتي تتقاطع تماماً مع ما قالته إيران ظهرت حرب الصواريخ فوق المسجد الأقصى وقامت إسرائيل بمواجهة الهجوم الإيراني بواسطة ثلاث دوائر دفاعية هي طائرات F-35 والتشويش على منظومات التوجيه التي تستخدمها إيراني وبطاريات الدفاع الأرضية مثل القبة الحديدية ومقلاع دول وقد أضيفت دائرة مرابعة هي عملياً الدائرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا فهي تطلق طائراتها وصواريخها باتجاه الطائرات الإيرانية من مواقعها هنا في السفن الحربية والبوارك حاملة الطائرات التي وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي وفي فجر التاسع عشر من أبريل تحدثت تقارير إسرائيلية وأمريكية عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران لكن طهران لم تؤكدها مكتفية بالحديث عن انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان ولم توجه أصابع الاتهام لأي جهة وقال مسؤولون إيرانيون إنه لا توجد خطة للانتقام الفوري من إسرائيل بعد الإبلاغ عن هذه الانفجارات فهل حققت إيران هدفها من وراء هذا الهجوم وهل اكتفت إسرائيل بالرد أم أن هذه التطورات تنذر بحرب واسعة أفادت وسائل إعلام اللبنانية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين أخرين في غارة نفذ جيش الاحتلال على بلدة لجبين جنوبية لبنان هذا وأعلن جيش الاحتلال استهداف موقع تابع لحزب الله في بلدة عيت الشعب بالإضافة إلى عنصرين تابعين لحزب الله داخل منزل في كفركلة بجنوب لبنان أفادت تقارير دولية بأن جائحة من الأوبئة والأمراض عادت تهجد سكان اليمن مرة أخرى هذا وقالت مديرة العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن إن اليمن شهد أو يشهد منذ مارس الماضي انتشارا سريعا لمرض الكوليرا في ظل وضع إنساني وصحي متدهور الزميل إياد الموسمي وفان بهذا التقرير من داخل مراكز العزل في عدن ما زال وضع الصحي في اليمن متدهورا انعكاس لواقع النظام الصحي الهش في البلاد سنوات الحرب ساهمت في إخراج 50% من المنظومة الصحية وتأثرت الخدمات بشكل عام وفق تقارير رسمية تسع سنوات من الحرب الذي دائرة في اليمن وأدت إلى تدمير البنية التحديية وأيضا خروق أكثر من 50% من مستشفاتنا ومراكزنا الصحية عن الخدمة أيضا الكوادرنا التي هاجرت من نتيجة المشاكل التي حصلت في الشمال هذه الأسباب وغيرها ساهمت في عودة الأمراض والأوبئة القاتلة فالكوليرا تطل من جديد مخلفة هؤلاء الضحايا في هذا المخيم يواجه هؤلاء المرضى مصيرهم بينما السلطات تحذر من تفشي الوباء إلى الحد الذي يصعب السيطرة عليه من ثالثة الإيد كانت مريضة وديت عند الدكتور صلحت لها في حسات وفترين نهيك هذا هذا مع الإلاج هداء مع الإلاج ودرجاء ورقعت آلقة أمس سويت الأدريبة كانت تطرش من أول أمس في الليل لما أمس الصباح سويت الأدريبة وهدعت لما أمس بالله رقعت ثلو طرش إلى الآن وهي ثلو طرش فرق الاستجابة والترصد الوبائي تعمل على مدار الساعة ولدينا مركز مجهز نناشد الأخوة في المنظمات للعمل بشكل مكثف مع بقية الأطراف لأن قضية كوليرا هي ليست من صنع الصحة البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل آلاف الحالات الجديدة مرتبطة بتفشي الكوليرا منها تسع حالة وفاة في الوقت الذي لا يزال التمويل لمواجهته محدودة موجة جديدة تجتاح البلاد من الوباء دون الإعلان بشكل رسمي عن العدد الحقيقي لحالات الوفاء والاشتباه غير أن تقاريرا حكومية ودولية تشير إلى أنه في مناطق سيطرة الحوثيين تنتشر بشكل أكبر وأسرع من عدن إياد الموسمي القهرة الإخبارية التقى وزير الخارجية المصري سانى الشكري الرئيس التركي رجب طيب أردغان في اسطنبول ونقل شكري رسالة شفاهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره التركي رجب طيب أردغان الخارجية المصرية قالت إن اللقاء يعكس الحرصة المتبادل لدى الدولتين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كافة المجالات وتعزيز آليات التشاور والتنصيق بشأن القضايا الإقليمية ذوات الاهتمام المشترك في الاقتصاد تعهدت 11 دولة بالمساهمة بأكثر من أحدها 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة للبنك الدولي لتعزيز قدرته التنولية ومن خلال الاستفادة من الموارد التي تم التعهد بها ينبغي للبنك أن يكون قادرا على تقديم ما يصل إلى 70 مليار دولار في هيئة قروض جديدة على مدى فترة تمتد لعشر سنوات رجح محافظ بنك اليابان كازو اويدا رفع أسعار الفائدة إذا استمر تضخم في الارتفاع وأكد بأن القرارات المستقبلية ستعتمد على هذه البيانات وأكد كازو اويدا الحاجة إلى الإبقاء على ظروف مالية تيسيرية نظرا لأن التضخم الأساسي لا يزال أقل إلى حد ما من هدف بنك اليابان المركزي الذي يبلغ 2% وعضف بأن البنك يراقب نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات لضمان استقرار التضخم أمر رئيس روسي بلاديم البوتين الحكومة بتقديم مقترحات لتسهيل تجارة الحبوب مع دول أخرى من بينها الهند والصين يهدف مقترح تبادل الحبوب الذي يشمل أيضا البرازيل وجنوب إفريقيا في إطار الدول التي تشكل مع روسيا مجموعة بريكس السماح للمشترين بالشراء مباشرة من المنتجين وأمر بوتين الحكومة أيضا بشروع في إجراءات إضافية لدعم المزارعين ومن بينها توفير التمويل والتأكد من إتاحة إمدادات البنزين والديزل ومن بعض أنباء الرياضة تعادل الأهل المصري مع مضيفي الفريق نزين بيركنغولي بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الذهاب نصف نهائي بطولة دوء أبطال إفريقيا لكرة القدم وتقام مباراة الإياب بين الأهل ومنزنبي في التاسعة مساء يوم الجمعة القادم بتوقيت القاهرة على السادة القاهرة الدولي بحضور خمسين ألف متفرق تسعة شهداء من عائلة واحدة بينهم ستة أطفال في غارة للاحتلال على رفح الفلسطيني الرئيس الفلسطيني يعدن إعادة النظر في العلاقات مع واشنطن بعد البيت الأمريكي في مجلس الأمن الدولي ثلاثة قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان وحزم الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال على رأس ساعة التقيقم الزميلة أميمة أمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة